نعم للتو انسحب جيش الاحتلال الاسرائيلي من مخيم ومدينة جنين عقب عملية عسكرية تخللتها تسلل وحدات خاصة اسرائيلية هذه الوحدات الخاصة كانت تحت رصد الاضرع العسكرية في كتيبة جنين سرايا القدس وكتائب شهداء الاقصى وتم امطار واطلاق الرصاص بشكل مباشر تجاه القوة في محيط شارع مهيوب في المنطقة العلوية من المخيم على الفور دفع جيش الاحتلال الاسرائيلي بتعزيزات عسكرية اسرائيلية الى المنطقة وايضا من ضمن هذه التعزيزات طيران مروحي طائرتان شاركتا بتحليق على ارتفاعات منخفض ونفذتا عمليات اطلاق نار استهدفت محيط المنازل المحاصرة جيش الاحتلال الاسرائيلي انتشر واغلق خلال العملية العسكرية عدة شوارع في شوارع المدينة وسط المدينة المدخل الجنوب شارع ابو بكر وعاث خرابا بعمليات تدمير عبر الدفع بجرافة عسكرية وعسكرية اسرائيلية من المحورين الشمالي والجنوب اشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة في اكثر من منطقة في منطقة المراح البيادر دوار السينما مخيم جنين جورة الدهب خلت الصوحة منطقة الهدف بها عمليات اطلاق النار قبل قليل افادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة الشهداء الى ثلاثة شهداء شهدان تم اعدامهما بشكل مباشر كاميرات مراقبة التقطت بان جيبا لاحق شابين على دراجة النارية واطلق النار عليهم بشكل مباشر ما ادى الى استشهادهم اضافة انه عند لحظة نقل جثماني الشهدين من الحي الشرقي بالاضافة الى ان جيش الاحتلال الاسرائيلي نعم نعم اسمعوك الان بوضوح نعم وجيش الاحتلال الاسرائيلي قتل الشاب الثالث داخل مخيم جنين تحديدا في شارع مهيوب ونقل الى مستشفى جنين احتلال الاسرائيلي بشكل كامل الوسائل الاعلام الاسرائيلية تقول بان الوحدة الخاصة واجهت تعقيدات في الميدان سيما مع اكتشافها المبكر من قبل الفصائل المقاومة الفلسطينية فيما ان المنزل الذي حصل تعرض لقصر بصواريخ محمولة على الاكتاف من قبل عناصر الوحدات الخاصة ولا يعلم حتى هذه اللحظة اذا ما تمكن جيش الاحتلال من اعتقال احد ما ام لا قبيل انسحابها المصادر الاولية ولم يجرئ التأكد منها حتى هذه اللحظة تتحدث على ان المحاصرين يتبعون لكتيبة جنين سرايا القدس عملية الرصد المبكر منحتهم وقتا للانسحاب من محيط المنطقة المستهدفة ومصادر اولية اكدت لنا بان جيش الاحتلال اعتقل شابا على الاقل من محيط المنزل الذي حاصره جيش الاحتلال الاسرائيلي بطبيعة الحال تعود الحياة شيئا فشيئا الى المدينة الى شوارع المدينة التي شهدت تحركا عسكريا كثيفا في هذه النطاقات والانظار تتجه بطبيعة الحال الى شارع مهيوب الذي استهدفه جيش الاحتلال الاسرائيلي انقطاع واسع للطيار الكهربائي نتيجة تدرر مولدات الكهرباء في مخيم جنين خلال هذه العملية وتعمل جيش الاحتلال الاسرائيلي اطلاق الاعيرة النارية باتجاه طبعا مولدات الكهرباء في تلك النقطة بطبيعة الحال لربما وهذا من المبكر الحديث عنه ان تنطلق جنازة الشهداء خلال ساعات المساء كما جرت العادة لكن قد يؤجل ذلك الى صباح غد الجمعة هنا في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية بالتالي نتحدث عن ثلاثة شهداء ونحو 15 اصابة تم التعامل معها من قبل طواقم الاسعاب بعضها اصيبت بشكل مباشر بالرصاص الحي واخرى بشضايا الرصاص الحي والبعض نتيجة تعمد الجبات والاليات العسكرية الاسرائيلية دهس شبان خلال عمليات الملاحقة والمطاردة في الساعات الاولى من عملية الاختحام شكرا جزيلا خالد بدير مراسل غد كنت معنا من جنين شكرا جزيلا